نوع NB.A range A range تعطيها ثلاث أرقام الرقمين الأولين هم عبارة عن الفترة أريد أرقام عشوائية بين الثنين والثمانتعش أريد أرقام عشوائية تبدأ بالثنين وتنتهي عند الثمانتعش وكل مرة تزود لأربعة فبالتالي ثنين ستة عشرة أربعة عشرة فبالتالي الثمانتعش بالظبط حاجة أنت بدك الثمانتعش تكون داخلة تحط أنت عندك النهاية لغاية الثمانتعش بالظبط نعم تمام الأمور بروحها للي والدالة اللي وراها ننفذها بشكل سريع هنا NB.A range بدي له أنه أنا بدي أبدأ بالثنين تمام؟ وبدي أنتهي عند الثمانتعش وكل مرة زود لثلاثة نعم 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 بالتالي دعني أقلل الرقم ثمان نعم ثم نقاط ونقاط ثم نقاط موجودة المصفوفة كلها موجودة موجودة بس هذا فليب برينت يعني انت عندك يعني شو الفايدة انه انت يطبع لك كل عناصر المصفوفة مكونة من عشق تلاب او مئة الف عناصر تقعد تعمل سكرول لتحت زي هيك شو الفايدة صحيح صحيح يعني انت بدي مثلا على سبيل المثال هذا الكلام انت ممكن انه انت تغيره تحطه في متغير تحطه مثلا ايه بتساوي تمام وهنا انا بدي اعرض لك الايه عشان انت تكون شايفها زي هيك وانا بدي مثلا الرقم اللي بعد 8 بقدر اصله من خلال الاندكس والاندكس انت عندك هنا بتبدأ من 0 1 2 3 فبالتالي بدي اقول له انه ايه ثلاثة بعد الشكل بطلعه 11 بدك ايه مئة ثلاثمية واثنين فبتقدر تصل لايه اندكس موجودة الدائل الري هادي موجودة في الداكرة تمام ولكن الطباعة يعني دازن ميك سنس انه هو يطبع لك عشرة تلاف عنصر وتقعد تعمل سكرول فيهم يعني ما فيش بالزبط هجيت روح لي على الراندوم تمام الراندوم هنا اثنين وثلاثة هنا انت بتحدد ارقام عشوائية يعني يعني بتعملي ايه اثنين في ثلاثة مصفوفة اثنين في ثلاثة تمام تو دي اري اثنين في ثلاثة وروح بعمل لك ارقام عشوائية يعني عشوائية بين الصفر والواحد فبتالي انه انبي دوت راندوم دوت راندوم وبتدي له يعني بين قصين جوة كتابل ايش الديميشن استمعتها كيف لو كيكو؟ هذا؟ الصفر ίش الكما سلوو uda NASA k المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هاي المترجم للقناة 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 A.max فهذه الدالة بتجيب لك اكبر رقم 9 والA.min بتجيب لك اقل رقم تمام فيها فهذه تعتبر من دوال السمري انت عندك ويش ممكن تجيب كمان المتوسط فايش المتوسط طبعا ال A.min اي المتوسط ويش كمان تقدر تجيب السم المجموع والstandard deviation فبكتب ال A.sum نجرب هذول الدوال كله والSTD فتقريبا كل مقاييس النزع المركزية وعشان تشوف اذا كم اعلى قيمة واقل قيمة تمام وكما هي بعيدة عن المتوسط يعني بتقدر انه انت تشوف كل الامور هذي مع الانحراف المعياري كلها من خلال دوال السمري اللي موجودة عندك فبالتالي descriptive بضبط يبقى اي قرية ستلاقي انه max والmin والmean والSTD مدعومة انت عندك وبتقدر انه انت تجيبها عندك تمام ماشي بس في الريل تولدت ما كانش يعني ارقام عشوائية قلت له اختار اختار عشوائي بين كذا وبين كذا العشرة ما طلعتش ما من ف pickup الواضح هي المحتج حاول يا اختار عشوائي بين كاغن عشوائي بين ك WHAT اختار عشوائي ك deprived اختار عشوائي بين كالناخل اختار عملية اختار عشوائي بين كرير LS م kes هكذا للتوليد الأرقام هذه بالنسبة لك لازم تكون موجودة معك لازم تعرف انه انت تولد مصفوفة فبالتالي انه احنا مثلا منها نشتغل على تمرين باجي بقولك انه نولد لي مصفوفة كذا في كذا خلاص هذه لحالك انه انت يفترض ان انت تعملها بدل ما انا اقرأ بيانات ممكن انا اقرأ بيانات من csv5 بس هي هنا عشان انه احنا نستوعب الكمسب بدل ما اسهل ان احنا نعمل توليد لأرقام بشكل عشوائي فالدوال المتعلقة بتوليد مصفوفات عشوائية وتختار size والrange وكل الامور هذي كلها لازم تكون معروفة النوع الثاني من الدوال اللي هي دوال summary اللي هي مقييس descriptive statistics اللي هي الماكس والمن والmean والstandard deviation هدول والsum هدول انه انت محتاج انه انت تعرفه تمام؟ تعملها implementية يعني تكتبها انت يعني؟ ايش يعني عمارة نفس البايثون البايثون هي لغة والبيشارم هو IDE فبالتالي IDE ما بيهم انه يكون VS Code ولا يكون بايشارم مدام انه اللغة واحدة بالضبط تمام؟ انا حاسس انه انا عملتلكم شوية هيك لبس في ال VS Code كيف تكتحمل ايش؟ IMPORT NUMBI ASNB S لا لا يحبه هاش من ال NET لازم تكون نازلة في بيئة البيثون اللي انت شابك عليها البيشارم هكيت انت عندك البيثون اللي هو المفسر اللغة لازم يكون انت عندك تنازل على نظام التشغيل هكيت انت تركب عليه بايشارم تركب عليه VS Code يريدك تقول للVS Code وين البيثون موجودة يريدك تقول للبيشارم وين البيثون موجودة هجيت في البيثون هذه إذا كان نازل NumPy خلص بالضبط بالضبط كيف تنزلها؟ تعرف كيف؟ تكتب تكتب بيب انستول بس هذا الكلام انت مش محتاجه مع الاناكوندا فعليا أنا ليش اخترت لكم الاناكوندا؟ عشان تيجي هذه الاناكوندا ما انت منفع تستخدم يعني هي هنا وين راحت الاناكوندا؟ هاي في عندك باي شارم هاي في عندك باي شارم هنا فانت ممكن بيئة الاناكوندا تستخدم مع هالبي شارم النمباي نازلة انت عندك في البيث نازلة انت عندك في البيث نازلة انت عندك في البيث بالضبط بالضبط ممكن تستخدمها في اي محرر يعني اي محرر وفي حال ان انت تريد ان تنزل هاي هذا وهي الأمر بيب انستل نمباي تفتح الكماند برومت تتأكد انه البيثون معرف تطلع من البيثون وتكتب على الكماند برومت على المحرر على ال cmd عارف ال cmd صح؟ تمام تكتب بيب انستل نمباي ونزلك تمام يبقى اتفقنا انه السمري هذه شغلة اساسية عندنا حسنا 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 ال rent int ماذا اعطيته؟ اعطيته range هاي هاي اعطيته البداية والنهاية تمام انه range الارقام العشوائية اللي بده يختار منه وحكيت له هنا size ال size هاده ممكن احط له اياه رقمين two dimension فبالتالي هاده ممكن اكرره هنا فبالتالي بدل السبعة هنا بدل سبعة عناظر بقول له بدي اياها ستة في خمسة بفتح جوسين وهي ستة في خمسة فهيك ايش هيعمل لي؟ هيعمل لي مصفوفة two dimension ست صفوف ايش اللي صار؟ ليستة الفة ليستة انسيه 10 وحكش ترجمة نانسيه ترجمة نانسيه حتى ايش اصبع ترجمة نانسيه يسه فأنا سأعمل لمصفوفة ستة في خمسة ستة صفوف وخمسة أعمدة سيختار أرقامها شوائية بين الثانين دعنا نكبر الرينج شوائية بين الثانين والمئة أو دعنا نبدأ بين الصفر والمئة وهي الأن فبالتالي ستة صفوف وخمسة أعمدة تمام؟ فها جيت دوال السمري إنت عندك إيش ممكن تسوي فيها لما في حال أنه إنت عندك مصفوفة ممكن أنه إنت تجيب الماكس إنت عندك أعلى رقم في المصفوفة كلها فبالتالي هاي الأي دوت ماكس أعلى رقم إنتو عندكم قديش هنا يا شباب أربعة وسبعين وثمانين في أعلى من الثلاثة وثمام سبعة وتسعة تمام أوكي طيب هذا جبته على مستوى المصفوفة ككل لكن تقدر أنه إنت تجيبه على مستوى الكولوم تمام؟ يعني يعني أنه إنت بتختار أنه الماكسيموم من كل كولوم بزرط فبالتالي هنا بتديله الأكسس صفر يعني كولوم والأكسس واحد بتساوي رو فبالتالي هاي هاي الأكسس بتساوي صفر على مستوى الكولوم فبالتالي إنت عندك مدام إنت عندك هنا خمس أعمدة فبالتالي إنه هذه عبارة عن خمس عناصر إيش الخمس عناصر هدول؟ إنه هذا راح جاب لك من العمود الأول إيش أكبر قيمة هايها ثلاثة وتمانين تمام؟ العمود الثاني إيش أكبر قيمة هايها سبعة وتسعة العمود الثالث أربعة وأربعين العمود الرابع أربعة وتسعين العمود الخامس ثمانية وخمسين هذا الكلام إنت ممكن تعمله على مستوى الصفوف بعمل لك سكانينج للصفوف بيختار لك فبالتالي هيعرض لك أكم صف هيعرض لك ست عناصر تمام؟ واللي هي عبارة عن الماكسيموم من كل صف بتختار الأكسس واحد تمام؟ بهذا الشكل وبالتالي هنا أعلى قيمة في الصف هذا سبعة وتسعين الصف اللي وراه أربعة وتسعين وهكذا تمام؟ هذه مفيدة جدا أنه أنت تحصل على السمري أنت عندك على مستوى الصفوف وعلى مستوى الأعمدة زي ما أنت بدك فبتقدر تعمل سلايسينج للسمري إن صح التعبير وين ما بدك تمام؟ وعلى هذا الأساس بتقدر أنه أنت تطبق المين بتقدر تجيب المين للمصفوفة كلها أو المين للأعمدة أو المين للصفوف تمام؟ الماث أوبريشن يعني الأعلى قيمة يعني أنت عندك الرية واحد، نين، ثلاثة، أربعة فبالتالي أنه أ زائد عشرة بزود عشرة لكل عنصر الضرب بضرب في كل عنصر والقسمة بيقسم على كل عنصر تمام؟ هنا عبارة عن الرية إيه جاب؟ جاب السكوير تباحها رباحها تمام؟ هنا سكوير روت أخذ الجدر تباحها هذه بس مجرد دول رياضية يعني فأنت ممكن أنه تكتب تكتب نمباي ماث فانكشنز على طول بيجيب لك إياهم كله بدك تجيب الكوساين لكل العناصر بدك تجيب الساين لكل العناصر كل هاي الأمور أنه أنت بتقدر أنه أنت تحسبها هذه ماث أوبريتور ثلاثة هنا هنا تبدأ تتعامل مع مصفوفات مع بعض هناك قبل كنا نشوف أنه مصفوفة مع constant أو بدك تجري عمليات رياضية على المصفوفة لكن هنا أنه مصفوفات مع بعض أنا عندي A و B A و B فاستخدرنا دالة الب.add جمعنا المصفوفتين مع بعض فبروح بجمع كل العنصر بالعنصر اللي يقابلوا فهنا 1 زايد 4 خمسة ثلاثة اتنين زايد خمسة سبعة ثلاثة وستة تسعة وهكذا ونفس الشيء بالنسبة للسابستراكت ملتيبلاي 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 فهو بروح بعمل ألمنت ويز كل العنصر بالعنصر الذي يقابله بعمل العمليات الحسابية هاي مين ها؟ دوت هادي الدوت هادي دوت هذا ضرب عادي وهذا ضرب اتجاهي فبيكون الناتج عبارة عن قيمة واحدة تمام؟ هنا بقارن الري معينة خلي خلي يعني نتوقف هنا لانه بدياكم انه انتو تحلوا الاكسرسايز في المحاضرة لانه بديا ديكم مسألة مسألة هادي انه انتو تطبقوا بشكل عملي انه تدولدوا ارقام عشوائية وتجروا عليها عمليات حسابية بتاك دغطة واحدة او بتاكة واحدة بسطر واحد انه انت بتقدر تحسب العمليات هادي فانا بديش انه يعني يعني لانه هادي حنرجع لها مرة ثانية فممكن ان احنا نتوقف هنا والمحاضرة الجاية ان شاء الله بنكمل بنشوف بقية الدوال المتعلقة في النمباي وايش العمليات يعني ممكن ازريحها على المصطفات موسيقى